موسيقى السلام عليكم خلايا الكاتيوشي رجعت من جديد بعملياتها بصواريخ الكاتيوشي اللي يعني دائما حقيقة وإحنا نكرر هذا الموضوع تعودنا عليها مرارا وتكرارا بس هالمرة السيناريو مالت صاروخ الكاتيوشي اللي استهدف السفارة الأمريكية الموجودة في المنطقة الخضراء صار بفعل وردت فعل الفعل هو صاروخ الكاتيوشي اللي انطلق وردت الفعل اجتي من الدفاعات الجديدة اللي نصبت في السفارة الأمريكية في بغداد لكن النقطة اللي ريد نثيرها هنا والأهم هي أنه المواطن هو فعليا هو ضحية كل شيء هو ضحية كل النزاعات والصراعات اللي دا تصير عندنا بالعراق هذه هي النتيجة صاروخ الكاتيوشي اللي انطلق على السفارة الأمريكية وقعت على الدور السكنية في نهاية المطاف وطبعا هذا نحكي إحنا على شيء صار ساعة ثنتين ونصب الليل الناس نايمة والمفروض مأمنة على نفسها ببيوتها وصارت هذه القضية مو بس هذه لو ضرر مادي فقط كان قلنا بسيطة لكن اللي صار أيضا جرح طفل للأسف الشديد وطبعا بالليل وإلى الفجر يتراكضون بي إلى المستشفى فبالتالي هذه أضرار يعني يساءل حقيقة عليها المسؤولين في العراق من اللي راح يعوضها ذول الناس يعني شي دا يجي من ميليشيات خارج إطار الدولة تابعة إلى إيران وتسوي أجندات وأجندات إيرانية دا تضرب السفارة الأمريكية والسفارة الأمريكية ترد في نهاية المطاف من اللي يعوض الحكومة العراقية هي المسؤولة عن التعويض هنا حقيقة يعني موضوع مزعد جدا لكل المواطنين العراقيين القضية هذه وحتى نحك عن ردة الفعل اللي صارت لأن هذه واحدة من المواضيع المثيرة إنه السفارة الأمريكية خلاص وصلت قناعة إنه ما حد يقدر يحميها من فترة حكومة السيد عادل عبد المهدي وتراكمات الفشل فيها حقيقة فبالتالي نصبوا منظومة دفاعية جديدة بعد نصبهم لمنظومة الدفاع الباتريوت هذا القضية السلاح اللي الآن نصبه في السفارة الأمريكية اسمه سيرام وهذا عادة يستخدم في السفن الحربية الأمريكية نحن نشوفه عادة دائما موجود لكن نصبه الآن في السفارة الأمريكية وبالتالي هو طبعا حتى نوضح لكم بشكل أفضل إنه هو في حقيقة الأمر يرش إذا صح التعبير على أي صاروخ أو أي طائرة حاولت تطير دائما دائرة وبالتالي يعني هذا تصدى طبعا إلى الصاروخ واللي صار إنه هو ضرب صاروخ الكاتيوشا والنثر على الناس وسقط هذه هي القصة ببساطة من اللي صار بهذا الموضوع طبعا البارحة كذلك يعني نريد أن نركز على قضية أيضا مهمة أخرى إنه المثير بالموضوع هذا كله إنه البارحة صارت عملية مناورة في السفارة الأمريكية تدريبية طبعا على هذه المنظومة الدفاعية يعني الآن هذه من سماء بغداد بنفس السلاح دي يستخدم مثل ما تشوفون سووا مناورات صارت تفجيرات وصارت طبعا يعني مشكلة كبيرة جدا بين المواطنين إنه شنوها التفجيرات اللي موجودة على السفارة الأمريكية يعني قضية كبيرة ومزعجة جدا للمواطنين لكن المثير بالموضوع إنه هو أصلا صارت هذه العمليات كلها في ظروف إنه الحكومة العراقية وافقت على المناورة العسكرية لتسويها القوات المسؤولة عن حماية السفارة الأمريكية لكن المزعج في هذا الموضوع أيضا يعني حتى نقول شغلة مهمة هنا إنه على الرغم من الموافقات الحكومية على التدريب اللي دا أحكي عليه إلا أنه أيضا يعني أنت ما تقدر السيطرة على السيرام وعلى ضربها لأنه طلعت خارج المنطقة الخضراء فبالتالي وصلنا إلى أيضا خسائر أخرى مادية بين المواطنين يعني وقعت على السيارة طبعا وسيارات المواطنين والدور السكنية فبالتالي المواطنين قال بما أنه الحكومة يعني كانت موافقة على هذه التدريبات العسكرية وغيرها زين ليش ما بلغت المواطنين كان يفترض وكان الأحراب الحكومة أن تبلغ أنه سيصير هيك عمليات تدريبية موجودة في السفارة الأمريكية فبالتالي يأخذ احتياط المواطنين فبالتالي يوم المواطنين يطلبون يعني تعويضات على كل الأشكال وعلى كل هذه الأمور اللي صارت القضية هذه متوقفة هنا فقط ومو بس على صاروخ الكاتيوشا هذا الوحيد اللي إحنا قاعدين دي نحشي عمنا اللي صار بي الاستهداف للسفارة الأمريكية وإنما أيضاً أكو صاروخ كاتيوشا آخر ضبط قبل أن ينطلق وطبعاً حشت عنه خلية الإعلام الأمني في تويتر قالت بعد ما تحدثت عن صاروخ الكاتيوشا اللي حشينا عنه هنا قالت في الوقت ذاته تمكنت قواتنا من أحباط هجوم آخر في منطقة أم الإعظام والسيطرة على صاروخ نوع كاتيوشا أيضاً وقاعدة الأطلاق وقد تبين أن هذا الصاروخ كان موجه نهو معسكر التاجي شمالي العاصمة وأيضاً نشروا صور حقيقة يعني حتى نوضح نشروا صور المنصة اللي حقيقة كانت مهيئة للهجوم على معسكر التاجي والناس طبعاً بدأت تنتقد هذا الموضوع يقولون يعني أنتوا شون لزمتوا منصة بها صواريخ كاتيوشا دا تنطلق وموجهة للانطلاق وبعدياً في نهاية المطاف ما صار عملية ضبط للناس اللي ديريدون يطلقون أو كانوا ينونه إطلاق هذا الصاروخ وطبعاً هذه ثاني حالة لمنصة صواريخ بها صاروخ الكاتيوشا ما يتم ضبطها فبالتالي اليوم حقيقة الحكومة العراقية أمام مهمة صعبة وأمام مهمة ليست بالسهلة تماماً وبنفس الوقت اليوم مطالب السيد مصطفى الكاظمي باتخاذ إجراءات قوية الناس اللي يريدون يعرفون من اللي أطلقوا صاروخ الكاتيوشا على السفارة الأمريكية وهذه الخسائر شنة اللي رح يصير عليها وهل سيكون هناك عملية مشابهة لعملية حي الدورة التي شهدناها وما الذي حدث من الشخص الذي هو الآن تحت يد القضاء والتحقيقات الجارية حوله الآن إذن ينضم إلينا حول هذا الموضوع من عمان عبر الأقمار الصناعية الباحث في أشياء العراقي الأستاذ إياد العناز أرحب بك أستاذ إياد كذلك أود أن أرحب بضيفنا عبر السكايب من واشنطن أستاذ العلاقات الدولية دكتور هيثم نعمان الهيتي حياكم الله دكتور هيثم وأود أن أبدأ مع الأستاذ إياد العناز خليني أبدو ياك من يما أنتهيت من قضية المنصة اللي بيها صاروخ الكاتيوشة واللي هو حقيقة يعني ضبط لكن ما اللزم أحد برأيك سيدي الكريم معقولة هذه القضية تكرر مرتين على التوالي والناس المسؤولين عن إطلاق الصواريخ الكاتيوشة يعلمون أنه أكو يعني هجمة من قوات الأمل لضبط هذا الأمر ويهربون يعني المواطن لم يقتنع بهذه القصة حتى الآن هل لديك تفسير آخر لهذه القضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم ونسعد اللهم أساءكم بخير تحياتي لك وعزيزنا الدكتور هيتام ولجميع مشاهدي القناة حياك الله أستاذ في البداية علينا أن نعلم أنه السبب الرئيسي في عملية التطاول التي تستمر به عناصر هذه الميليشيات الولائية في استهداف السفارات الأجنبية وتحديد السفارة الأمريكية والمواقع العسكرية والقواعد العسكري العراقية التي تتواجد فيها خبراء أمريكان أو بريطانيين وفي مواقع داخل بغداد أو خارج بغداد إنما هي بسبب عدم وجود العزم الموجود لدى الحكومة في بغداد يعني نحن نعلم قبل أسبوع أو أكثر من هذا حدثت هناك عملية حدوث عملية القبض على أحد الأوكار التابعة إلى أحد الميليشيات الولائية ونحن تابعنا هذا الموضوع وتابعته كل وسائل الإعلام وتم يقال قبض على عدد من هؤلاء مع كما قالوا مع مبرزات جرمية قالوا عنها أنه صواريخ وأنها قواعد الانطلاق فإذا يتفاجأ بها يتفاجأ المشهد العراقي المعروف يتفاجأ بها تتفاجأ بها الجموع الشعبية العراقية بأن هناك عملية اطلاق لهؤلاء مع الاحتفاظ بواحد بغض النظر عن كل ما حدث وبغض النظر عن ما حدث لكن هذا أفقد ماذا؟ أفقد الحكومة في بغضاء القدرة والتعامل مع هكذا ملفات مهمة وهذه الملفات هي إحدى الملفات التي تحدث عنها القاظمي في حديث له أمام وسائل الإعلام وأمام عدد من الصحفيين العراقيين وأكد على ضرورة مبدئين البحث عن الذين يقومون بعملية الإطلاق من القواعد من المنصات وتحديدا حدثها باسم صواريخ كاتيوتي للدعوة إلى الحفاظ على الأمن الداخلي وحفاظ على العلاقات الدولية مع العراق وبعض الدول التي ترتبط بأحلاف منها وتحديدا أوريات المتحدة الأمريكية هذا الموضوع هنا التطاول الذي حدثه هو التطاول ليس فقط على كيفية إدامة العلاقة مع الدولة وإنما أكد مفهوم واضح أنه الآن هناك قوتان متوازيتان في بغداد القوة التي تدعي نفسها أنها الحكومة وأنها قادرة على فرض الأمن وفرض الحالة الأمن واستدباب كافة الأمور التي تعلق بالحالة لكن أستاذ أياد ألا تعتقد قد تكون الحكومة بعد عملية حي الدورة أو غيرها تسوي قد يكون يعني لا نعلم حقيقة هي تكهنات وتحليل قد يكونوا فعلا ضبطوا الأشخاص اللي هم دينوون الضرب في هذه المنصات خاصة لمن طلقت منها الصواريخ قد يكون ضبطوهم بس بشكل سري وغير معلن حتى يتفادون التداعيات اللي صارت مؤخرا لحكومة سيد كاظم ولماذا يعني لماذا الإغفاء إذا كانت عملية بالمستوى الذي حثت وشاركت بها مكافحة الإرهاب وعطت لها أبعاد سياسية وأمنية وعسكرية واضح أنه كان التنسيق واضح بين القوات الأمريكية والمعلومات التي تسربت إلى الحكومة العراقية ولماذا مكافحة الإرهاب تقوم تحديدا بهذا الواجب أليس ذلك معناه أنه لتقوم به هذه الميليشيات أو هذه الأفراد إنما يتعلق بمسألة إرهابية وتتعلق بموضوع يتعلق بتعكير صفو الأمن داخل العراق هنا أتحدث عن المعايير الأساسية في كيفية قيادة الدولة إذا كنا نتحدث عن دولة بمفهومها ولديها القدرة ولديها مؤسساتها فإن هذه المؤسسات الأمنية وإن هذه المؤسسات السياسية التي بدأت عاجزة عن الرد على هؤلاء خاصة أنه نعلم قبل أيام اتقى رئيس الوزراء الكاظمة مع مجاميع من هذه الميليشيات ومع مجاميع أيضا مع قوات مكافحة الإرهاب وحاول تصحيح بعض المسارات لكن ماذا حدث حدث بعد أيام رأينا إن كان هذا الصاروق الذي أطلق الأمس في الكاتيوشا وكما تفضلتم بموضوع البيانة الذي أطلق عن إعلام الحربي وهو يتعلق بأن العملية الأخرى كانت تستهدف معسكر التاجي إذن هناك نواية حقيقية ومستمرة إلى العمل في هذا الموضوع هذا الموضوع إذا علينا أن نناقشه بصورة دقيقة فيما يتعلق بطبيعة تعامل الدولة في مفهوم الدولة علينا أن نقف حقيقة على أن الدولة الآن أصبحت أمام المواطن وأمام الجمهور عاجزة عن التنفيذ ممتاز جدا أستاذ إياد دعني أنتقل الآن إلى الدكتور هيفم الهيتي من واشنطن أرحب بك من جديد دكتور يعني هل هل ضربة صاروخ الكاتيوشا وهذه المحاولات الجديدة الآن هي تجريب مثلا لمنظومة الدفاع الجديدة في السفارة الأمريكية أم هي تحدي لحكومة الكاظمي وإجراءاتها التي صارت مؤخرا في رأيك أولا تحية طيبة لك وللأخي العزيزي الأستاذ أياد العناد حياكم الله يعني أنا أعتقد أن هذه العملية هي يعني اختلاف جدري بين طرفين رئيسيين داخل العراق طرف الإيراني والطرف الأمريكي وهذا الاختلاف وصل دروته الآن خاصة قبل الانتخابات الأمريكية القادمة في نوبمبر وبالتالي هناك محاولات لإظهار القوة طبعا هذا الصراع على الأراضي العراقية الخاسر هو الإنسان العراقي الانهيار هو للسيادة العراقية ولكن هو لمصالح طرفين آخرين وبالتالي إيران تريد يعني أن تحاول أن تضغط على الإدارة الأمريكية وقبل الانتخابات لإدخالها في معركة معينة داخل العراق تعدي إلى خسائر معينة هذه الخسائر ممكن أن تحرج واشنطن وتؤثر على ترامب وبالتالي التأثير على ترامب سيؤدي إلى خسارته وبجيء طرف ديمقراطي قد يكون أكثر سهولة ومرونة بالتفاوض على الملف النووي الإيراني إذن الموضوع ليس له أي مصلحة عراقية ولكن للأسف هو على الأراضي العراقية هو ينتهك السيادة ويهين الإنسان العراقي ويؤثر على المواطن العراقي هذا هو موضوع تفاوضي إيراني ولكن بثمن يدفعه الإنسان والدولة العراقية طيب هل تعتقد أن حكومة السيد الكاظمي دكتور يعني ممكن أن تقوم بعملية استخبارية أخرى بمعلومات مخابراتية أخرى كالتي شهدناها في حيئة دورة ضد الأطراف التي قامت بالاستهداف البارحة مع كل الاحترام لما حصل أنا يعني تحدثت مع وسائل إعلام عديدة حول هذا الموضوع وكنت مختلف مع الآراء جميعا لأني لا أرى في هذه العملية بأنها عملية يعني لديها صورة بطولية وشجاعة وعملية تأثير لم تكن هذه العملية مجرد يعني بالون اختبار واعتقال ناس مسطاء أنا أعتقد هذه العملية يجب أن لا تأخذ هذه الصورة الكبيرة وكأنها عملية ضد القوى المسلحة والميليشيوية وكذا وكذا هذا كلام إعلامي وبهرجة إعلامية وهذه قضية كانت هزيلة وليس لها معنى بالحقيقة التصرف الحقيقي الذي يجب أن يتخذ في منع سماء العراق من أن تكون يعني تتناثر بها الصواريخ وكأننا نجلس في جبهة وليس في عاصمة دولة مهمة وستراتيجية في عمق الشرق الأوسط أن سيد رئيس الوزراء يستخدم صلاحياته كرئيسا لوزراء العراق ويشرح في التوجه إلى السلطة القضائية التي هي سلطة مهمة وأهم سلطات الأربعة لتصدر قائمة بأهم الإرهابيين وقادة الميليشيات الذين يديرون هؤلاء المسطاء الذين لا يعلمون ماذا يفعلون أصلا وثانيا يوجه السلطة التنفيذية التي هي ممكن أن تكون جهاز مكابحة الإرهاب ممكن أن تكون أي قوة مسلحة لإلقاء القبر على هذه المجموعات أو إلقاء القبر على القيادات وليس على الأفراد الذين هم قاموا بهذه العملية والذين لا يعلمون هذه الصواريخ توجه لماذا ولمن ومن الدافع للثمن هل القيادات معروفة برأيك دكتور هيثم حتى هذه اللحظة لأن تنفتح تحقيقات وقضاء معروفة هي هذه القيادات من الأساس برأيك عند الحكومة يعني قضية قادة الميليشيات الذي يصرحون علىنا بأنهم ضد الوجود الأمريكي وأنهم مقاومة وأنهم خط مقاوم يمتد من لبنان وحتى سوريا حتى العراق ويرسلون آلاف المقاتلين إلى سوريا يعني هذه ليست سرا على أحد وخاصة رئيس الوزراء العراقية الذي يمثل رئيسا لجهاز المخابرات العراقية الذي لديه كل المعلومات الدقيقة عن هذه الأطراف وهذه القوات بل لديه معلومات عن مستويات القيادة التي هي مستوى الأول المعلن إعلاميا والذي يظهر إعلاميا والمستوى الثاني والمستوى الثالث والمستوى الرابع أنا أعتقد أن العملية التي يجب أن تتخذ هي عبر السلطة القضائية والسلطة التنفيذية أولاً وثانياً يجب أن تكون موجهة على أي مستوى من مستوى القيادات سواء الأول أو الثاني والثالث وهذا هو الذي يمكن أن نعتبره تحرك سيادي عراقي يعطي للعراق سيادته وليس مجرد إن قال قبض على 14 أو 10 أفراد لا نعلم ما هي نوايا ممتاز إذا نعود إلى الأستاذ أياد يعني لماذا برأيك لحد هذه اللحظة تأخرت قضية التحقيق اللي هي بقيت على الشخص اللي هو الآن تحت يد القضاء أو غيرها يعني ليش ما طلع بيان من القضاء برأيك لماذا؟ لأن المفروض التحقيقات هي تعرف من الأشخاص اللي هم تحت إدارة هذا الشخص معنا أنه يدير العمليات بحسب كلام المتحدث بسم رئيس الوزراء يعني ليش القضية تأخذ وقت طويل برأيك؟ يعني تبقى الحالة قائمة يعني أنا لا أرى أن هناك نتائج ستعمق الحالة وستوصل إلى النتائج الموضوع تم تسويته بالاتفاق مع جميع الجهات واضح أن التأثير الإيراني والوجود الإيراني من خلال الدولة العميقة التي أنشئت يعني انتهى هذا الملف أستاذ أياد؟ وكذلك قوة الميليشيات الملف نحن نتحدث عن حادث لا نتحدث عن مواجهة كبيرة هنا نتكلم عن كما قلنا سابقا أنه نحن الأمام معطيات مهمة هناك أجندات تعمل وهذه الأجندات واضحة أنه مشروع توسع إيراني والدخول إيراني كبير إلى الأرض العراقية معروف وميليشيات تعمل على تطبيق هذا الموضوع وتعمل على إنفاذه وبالتالي هي من تشرع وهي من تعمل على إنفاذ هذا المشروع بصيغته التوسع الذي يسعى له النظام الإيراني هناك دائما سياسة التخادم الموجودة بين كل من واشنطن وطهران هذه السياسة لا زالت هي الفعالة والتي تتفاعل داخل الأرض العراقية هنا موضوع مهم جدا نحن عندما نريد أن نواجه هذا الفعل علينا أن نكون جديرين بكيفية عندما نقول نحن أقصد الحكومة في بغداد في أجهزتها وقابليتها نحن الآن ليس هناك القدرة على أن يكون هناك مواجهة حقيقية فشلت هذه الحكومة في التعامل مع هذا الملف الصحيح مؤلف أولا كيفية التعامل مع الميليشيات المسلحة الولائية كيفية التعامل مع أن يكون السلاح بيد الدولة لم تستطع أن تستمر في حالة العزم وإلا هي تحدثت كبيرا وأعطت كثيرا من الحالة الإعلامية إلى ما قامت به ولكن أقول هنا أن هذه المجامعة التي تقوم بهذا الفعل إن كانتها تحت مسميات المقاومة أو تحمل مواجهة النفوذ الأمريكي داخل العراق والتواجد الأمريكي نعم لكن هي ألا تعلم وتدرك أنه لماذا هذا التواجد ألم يأتي هذا التواجد باتفاقيات أمنية وسياسية لكن ماذا حكمت على حكومة الكاظمي أنها فشلت بينما الرجل الآن في أحدث الأنباء والأخبار وحضرتك تعرف بيها هو فعليا الآن يعيد ترتيب الأوراق يعيد ترتيب المناصب الأمنية أكو تبديلات مؤخرا واضح الرجل لديه نية في الوصول إلى حل قضية الميليشيات خارج إطار الدولة نتكلم عن موضوع مهم نتكلم عن الجانب الأمني نتكلم عن جانب مهم يتعلق بسيارة العراق يتعلق بمفهوم الدولة المواطنة أو الدولة الحقيقية لا توجد هذه الآن عندما نتكلم في الموضوع العلاقات الدولية وعلاقات السلسية لا وجود أنا قلت قبل قليل أن هناك خطين متوازين هناك دولة متوازية داخل العراق الدولة هي دولة الميليشيات هذه واضحة الآن هي تتحكم هي تتحرك لماذا لم يقال قبض على جميع الذين أمروا بإخراج السيارات لحظة اعتقال هذه المجموعة التي كانت في أحد المواقع في أثناء القبض عليها وماذا كان الرد الفعل رد الفعل أنه اتطلق السيارات كثيرة ووصلت إلى مناطق مهمة وإلى حتى منطقة الخضراء لماذا لم يعتقل هؤلاء وهم يعلمون جيدا من نوجه ومن قام ومن فعله لماذا لم يعتقلوا إذن هذه ألة تؤشر على عدم ضعف الحالة السياسية التي من الممكن أن تتعامل مع الحكومة عدم قدرتها على مواجهة هذه الميليشيات لكن أستاذ أياد يعني تدري البعض يقول العافية درجات وحكومة الكاظمي قاعدة وتصحح الأخطاء الماضية خاصة من الحكومة السابقة هذه تداعيات صعبة جدا على حكومة الكاظمي أن تحلها خلال شهر أو شهرين وإن كانت تطلب مذكرات اعتقال أو غيرها يعني ما تعتقد الرجل يأتي للأمور خطوة بخطوة ويجرب الماء يعني على ما يبدو هو يجرب وضعية الماء هل هي باردة هل هي دافية يجرب الرجل إذا كنت تحدث عن الإصلاحات فيما يتعلق بالتغيير في الدرجات الوظيفية في المراكز الأمنية في القيادات الأمنية هذا نراه الآن تغيير شخصيات بشخصيات أخرى بإبعاد بعض المجامع المسؤولين السياسيين أو المسؤولين الأمنين عن مراكزهم ومستبدأهم بآخرين لكن هل هذا الموضوع ماذا علينا أن ننتظر نرى هل هناك تغيير صحيح جدري أم هي فقط تغيير في المواقع مع إبقاء الأسلوب الذي كانت تقود به الحكومة هنا علينا أن نكون واضحين دقيقين عندما نتحدث عن وضع مهم العراق الآن يعني الآن العراق في حالة يعني يعيش أزمات كثيرة هو الآن يعني ليس فقط الأزمات السياسية والاقتصادية أنتش انظر إلى الأزمات الصحية أنزل إلى الاقتصادية التي يواجهها الآن في موضوع أسعار النفط لكن يبقى المعرى الأساسي هي طبيعة العلاقات الدولية النفوذ الوجود والاحتلال الأمريكي والنفوذ الهيمنة الإيرانية هاتين قوتين سياسيتين هي التي تتفاعل وهي التي ترسم ملامح المشهد العراقي السياسي هذا ليس خافيا على أحد يعني الآن كيف تستطيع حكومة لا تمتلك القرار السياسي المستقل كيف تستطيع حكومة أن ليس لديها استقلالاً اقتصادياً ليس لديها القدرة على التحكم بثروتها ليس لديها القدرة المحافظة على المال عام ليس لديها القدرة على كيفية مواجهة الإنفلات في السلاح هذه كلها تنعكس على ماذا؟ على المواطن المواطن العراقي الآن أصبح أكثر يقضة وأكثر انتباها هو يعلم حقيقة الأمر ولكن الآن ما يعيشه الآن الشعب العراقي هل حقيقة يستطيع أن يتحمل أزمات أخرى؟ هل يتحمل الآن القائمين بهذه الأعمال؟ ماذا يريدون؟ إذا كنا نتكلم عن مواجهة النفوذ الأمريكي داخل العراق نعم الآن نحن نرى أن الدولة هي التي ينطلقون منها ويتلقون الدعم منها وهي النظام الإيراني ماذا يفعل؟ أن يبحث عن علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية يبحث عن وساطات هذه الدول العربية وهذه عمان وهذه الدول الأوروبية تسعى إلى تسوية الملف إيران تسعى إلى معالجة ما تعانيه من أزمات سياسية اقتصادية وصلت إلى حد وقيام الشعوب الإيرانية بمواجهتها ممتاز جدا نعود إلى دكتور هيفم دكتور هيفم يعني الآن تدري بعض الأنباء تتحدث أنه ستة مليار دولار تروح إلى القطاع الأمني في العراق والوضع منفلت بهذا الشكل من صواريخ وغيرها السؤال مع هذه البجت اللي إحنا قاعدين دانيحشي عنها ستة مليار دولار قد تكون أكثر ما عرف حقيقة هل يعني يجب علينا مراجعة الوضع الأمني في العراق أنه تعالوا إحنا نقدر نواجه هذه الأطراف لو ما نقدر نواجهها في ظل الأنفاق الكبير اللي دايصير على قطاع الأمن هل يجب أن نبدأ هنا مثلا لمعرفة وين الحكومة تستطيع أن تقف في هذه القضية يعني أولا النقطة الأساسية هي ليست في حجم المبالغ التي تنفق وإنما في كيفية انفاق هذه الأموال هل هذه الأموال تنفق على ضباط محترفين وذوي خلفيات عسكرية عريقة وذوي تخصصات وخبرات أم إنها تنفق عشوائيا على ضباط دميج ومسلحين وميليشياويين ممكن أن تنفق ربع هذا المبلغ أو نصف هذا المبلغ ولكن وفق خطة دقيقة ووفق كفاءات اختصاصية بالأمن ستجد أن الأمن سيعود ويستتب بسهولة أما عملية حجم الإنفاق هذا نوع من أنواع الفساد المقنع الذي يضاف إلى الفساد الكبير حجم ثروة هائلة تنفق على أمن ولا يوجد أمن إذن هناك فساد وهناك اختلال في هذه الميزانيات أنا أعتقد أن العراق لن يستقر في هذه الفترة وأن هناك تصورات معينة موجودة على الطاولة تناقش كان من بينها تبديل رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهلي وجاء الرئيس الوزراء الجليد كيف سيقوم رئيس الوزراء الجليد بإعطاء صورة جديدة عن نفسه وهذا يحتاج إلى مزيد من الوقت قد يكون شهر أو شهرين إضافيين بالماكسيموم وبالتالي ممكن أن نعي أن الخطة التي كانت موضوعة على الطاولة باستبدال رئيس الوزراء هي كانت الحل إذا لم تكن حل ولم يستطيع رئيس الوزراء أن يثبت أنه شخص مختلف وقادر على الإفاء بالتزامات السياسية والأمنية والدولية وبالتالي سيكون نسخة مكررة من السيد عبد العبد المهلي لكن دكتور أكو قضية حقيقة أنه ستوضع خطة أخرى مختلفة تمام أنا سألتك على هذا الأمر لأنه اليوم بالغرب أكو تساؤلات يعني البعض في الغرب يقولون يعني هل الحكومة العراقية والقوات العراقية الأمنية قادرة على مواجهة الميليشيات أم هي متكافئة في القوة النقص وين بالقوة الأمنية اللي عندنا أم في القرار السياسي هنا برأيك الأساس ليس في القوة نعتقد القوة العسكرية العراقية قادرة على هي أقوى بالحقيقة الأمر من قوة المجموعات المسلحة لعدة أسباب مختلفة منها الشرعية القانونية حتى قدرتها القتالية منها الدعم الدولي والعالمي والإقليمي والأمريكي لكن القرار السياسي غير موجود ولا توجد قوة سياسية معيدة حقيقة لهذا القرار لديها نفوذ نجب أن نعلم أن هذه القوة المسلحة هي ليست فقط قوة مسلحة هي جزء كبير من البرلمان العراقي وأعتقد أن القرار الأول لرئيس الوزراء الذي يتم انتظاره الآن من كثير من الأطراف الذي لا أحد يتحدث عنهم هو قرار حل البرلمان وهذا القرار هو الذي سيثبت جدارة رئيس الوزراء وقدرته على تحريك الدف بشكل مختلف وسيحصل على الدعم الحقيقي أنا أعتقد أنه إذا استطاع أن يقر حل البرلمان العراقي وسينتج من ذلك يعني ممكن أن ينتج بعد ذلك قرارات قضائية وقرارات تنفيذية عسكرية يمكن أن تؤدي إلى تغيير خط السير العراقي لمستقبل آخر ولا يجب أن ننتظر تغيير النظام الإيراني لتغير الوضع في العراق أنا أعتقد أن هذه نظرية غير صحيحة وغير منطقية وأن الحصار على إيران لن يلغيها هناك عقود طويلة هناك حصار على كوبا وكوريا الشمالية لم تتغير هذه الأنظمة أنا أعتقد أن التغيير في العراق ممكن أن يكون دون التغيير جميل لكن الآن حكومة السيد الكاظمي على وشك أن تذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة مهمة جدا ومصيرية دكتور هيثم يعني حكومة الكاظمي بأي وجه ستواجه حكومة ترامب في ظل هذه الخروقات إن استمرت من دون أي إجراءات من حكومة الكاظمي أولا كنا نلاحظ في بداية تسلم السيد الكاظمي منصبه يعني هناك دعم كبير في وسائل الإعلام في بعض المقالات لتويتس لبعض الخبراء الأمريكيين ثم حصلت نوع من الصدمة عند زيارته إلى مقر الحجر الشعبي هذا التريند أو الاتجاه العام ثم أصبح له دعم كبير جدا بهذه العملية التي لا أعتبرها عملية يعني أكثر من هي تصور يعني إعلامي أكثر من ما هي نشاط حقيقي على الأرض أما الآن هناك فتور في التصورات تجاه السيد الكاظمي وأعتقد أن هذا الفتور قد يؤدي به إلى أنه يستلم لن يستلم دعما بقدر ما سيستلم رسالة تحذيرية تعطيه مهلة محددة باتخاذ إجراءات حاسمة معينة وقلت أنا قبل قليل أنه كيف سيثبت السيد الرئيس الوزراء نفسه للآخرين؟ هل سيثبت أنه نسخة أخرى من السيد عبد العبد المهدي أم أنه سيثبت أنه شخصية أخرى قادرة على تغيير المسار؟ تغيير المسار يحتاج إلى ثلاثة اتجاهات حل البرلمان حتى يلغي دور القوة الميليشيوية داخل البرلمان العراقي ثانيا السلطة القضائية تأخذ دورها في وضع قائمة بالمسلحين والإرهابيين والرئيسين والكيادات ثالثا سلطة تنفيذية توجيه جهاز مكافحة للإرهاب والقوات المسلحة العراقية الأخرى بسيطرة على المنافذ الحكومية كافة وإلقاء القضاء على المجموعات المسلحة ممتاز إذا نعود إلى أستاذ ياد يعني بحقيقة البعض يعتقد أن حكومة الكاظمي أكيد ستسوي شيء أمام الأطراف التي هي خارج إطار الدولة ستقوم بتغييرات ستقوم بأشياء كبيرة قبل الزيارة المرتقبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومقابلة حكومة ترامب لأنه أكل تزامات على حكومة الكاظمي ويجب أن تفي بها ومحتاج إلى المساعدة ألا تعتقد هذا هو السيناريو المنطقي لحكومة الكاظمي حتى تروح بوجهة نظر إيجابية إلى أمريكا يعني بالتأكيد هناك يجب أن تكون هناك بعض المساليب والتوجهات التي تقوم بها الحكومة لكي تذهب بها وتقول أن هناك حصلت تغييرا نحن أعلم كثيرا من التوجهات أو كثيرا من البيانات التي صدرت عن خارجية الأمريكية كثيرا من المؤتمرات التي عقدت في موضوع الشعن العراقي هناك تسعى كانت الولايات المتحدة الأمريكية إلى مبدأ الاستماع إلى الشعب العراقي الاستماع إلى حاجيات الشعب العراقي إلى متطلباتي خاصة وأن الانتفاضة الشعبية قائمة وخاصة أن أصوات الشعبية لا زالت تنادي ولا زالت هناك الثورة العارمة داخل البلاد يعني حتى وإن كانت هناك ظروف صحية أو وقائية وبعض الإجراءات فنعت ولكن أنا أقول دائما هي الثورة والانتفاضة في ضمائر وعقول المواطنين ولا زالت هناك دعوة إلى الالتفاف والالتفات إلى هذه الدعوات التي تقوم بها هذه الجماهير الشعبية وجميع قطاعات المجتمع العراقي لكن القاظمي عندما يستطيع أن يحقق نوعا ما عليه أن يكون أمام مفترق طريق إما أن يكون قائدا وطنيا يحتمل أن يكون قراره قرارا مستقلا ويتحمل جميع الإجراءات التي تتعلق باتخاذ هكذا قرار أي أن يكون مستقلا ويتحمل عباء الوطن وأن يثبت أمام الآخرين أنه جاء للإصلاح كما يقول أو أن يكون كما تفضل الدكتور وأنا معه أن يكون نسخة سابقة من الحكومات التي تلت الاحتلال وهذا ما موجود لحدنا الذي نلمسه الآن لا يوجد تغيير حقيقي التغيير الحقيقي الذي ينتظره المواطن أن يكون أمام ليس فقط مواجهة هؤلاء الميليسيويين وقياداتهم ولكن أيضا ماذا فعل بالحالة الاقتصادية كما قلت قبل قليل يجب أن يكون هناك قرارا اقتصاديا ويضا وطنيا مستقلا يواكب العملية الاستقلال السياسي هذا الموضوع يتكلم عن الفساد أين الفاسدين أين المفسدين أليس الفاسدين والمفسدين وتفعيل قانون أو تفعيل مجلس الفساد الأعلى أليس هو الأداة لمنع هؤلاء عندما نتكلم عن الفساد السياسي والاقتصادي نراه في العراق صورة وأصبح من الملامح الأساسية في المجتمع لكن أستاذ أياد عفوا عن المقاطعة ألا تعتقد أن السيد الكاظمي كان جريئا في بعض الأمور استواجية الرواتب رفحة القضية تحيي دورها نفسها وإن كانت انتهت بسيناريوهات معينة وهي لا زالت لم تنتهي لا زالت بيد القضاء الرجل تجرع على أمور لم يتجرع عليها عبد المهدي ألا يكفي هذا كدليل أن هذه الحكومة تختلف تماما عن الماضي يعني عندما نتكلم عن الرواتب الموظفين أو المتقاعدين ليش هذه حقيقة هي يعني هي تعتبر الآن مقربة من الحكومة العراقية أن توفر هذه الرواتب أو أن تستقطع أما تصليح المجال يعني إن كان الموظفين العراقيون المتقاعدون هؤلاء حقهم المكتسب ولكن إن كانت هناك بعض الإجراءات التي اشتغلت بها بعض الرواتب واتخذ بها إجراءات صحيحة هذا أيضا من ضمن واجبات الحكومة للحفاظ على المال عام لكن أنا أقول كم سمعنا إلى الآن عن المنافذ الحدودية وأهمية السيطرة عليها وعلى والداتها ومنع الجهات ومنع الميليشيات التعامل معها وتهريب البضاعات وتهريب المخدرات وتبيض الأموال وتهريب النفط عبرها يعني هذه لحد الآن منافذ حدودية اتخذ بها إجراء نسمع فقط عن تغييرات تسمع عن اجتماعات هنا أنا أتكلم عن طبيعة الإنسان العراقي نحن نتكلم عن 17 سنة بعد الاحتلال ماذا حصل من تغيير طبعا نحن هنا عندما نقول أن التراكمات السياسية الاقتصادية الاجتماعية كبيرة نتكلم عن بلد قدم تضحيات أكثر من 2 مليون نسمة نتكلم عن اقتصاد متدني نتكلم عن انفلات في الدولة نتكلم عن عدم وجود شيء لدولة المواطنة لا وجود لشيء ومعايير أساسية تحكم الوضع في العراق أنا أعلم هذا ولكن عندما يأتي رئيسا للوزراء ولديه رؤية وقال أنا جئت لإصلاح وأن حكومته هي حكومة تفعل وتتعامل وتحاول أن تبني وتصلح وتعيد العراق إلى ما كان إليه هذه الأدوات المواطن بحاجة الآن إلى أن يسمع الآن الوضع الاقتصاد الصحي كيف يواجهه؟ هل تواجهه فقط بالأزمات؟ يعني هي مجموعة أزمات كبيرة الآن الوضع الذي يهم المواطن هكذا تأتي عمليات هذه وكأنها لا تنتمي إلى العراق لأن العراقيون الآن يموتون ليس فقط بالظرف الاقتصاد لكن أستاذ أياد قضية مهمة جدا هنا يعني حكومة الكاظمي والسيد الكاظمي بنمسا هو يعلم إذا ما تم ضبط هذه الأطراف اللي هي خارج إطار الدولة لن يستطيع من تحقيق أي شيء يمكن لا الأمور الاقتصادية ولا الانتخابات المبكرة والمستقلة والنزيهة والعادلة ولا شيء الرجل يعلم تماما فترة قصيرة فالبعض يعتقد لا والله قد يكون السيد الكاظمي مقبل على خطوات جريئة جدا في الأشهر القادمة وسمعنا الكثير من الوحود هنا وهناك والتسريبات عن هذا المبكرة حتى موضوع الانتخابات المبكرة سوف لا أراها في نهاية السنة وبعدها لا أكثر بعد هناك لحدها نسمع الأزوات التي لا ترغب الانتخابات المبكرة لأنها ستفقدها القدرة على التحكم المشهد العراقي سياسيا وعسكريا وأمنيا تفقدها على الفائدة الفئوية الحزبية من المصالح المادية تفقدها التحكم في كيفية إدارة الحكومة في بغداد فإذا هي تذهب ذاهبة إلى عدم القبول بانتخابات مبكرة لأنها لا تستطيع أن تعيش مرحلة انتخابية جديدة لأنها تعلم بها بأنها ذهابية وانتهاء مفعولية أنا هنا أكرر أنظر الآن الجميع الذين يتحدثون يقولون أن صعوبة إقامة انتخابات في العراق في الوقت الحاضر المفوضية تقول أننا غير جازيين علينا أن نحتاج إلى سنة وستة أشهر معها يعني ثمنتعشر إلى إعادة ترتيب والمعلومات الخاصة بالقيود للأبناء الشبع العراق الوضع الصحي الآن الذي تتمسك به بعض القيادات السياسية هذه مقدمات إلى موضوع عن الانتخابات المبكرة لأنهم يريدون أن يبقون بقاء الانتخابات بقاء إذن الحالة السياسية بكل تشريعاتها نحن هنا كانت تشريعات المجلس النواب ومجالس المحافظات كل هذه ستبقى إذا لم تكن هناك انتخابات مبكرة وهذا أحد الأسمات السياسية التي يواجهها الآن رئيس الوزراء طيب إذا نعود إلى الدكتور هيثم من واشنطن يعني حقيقة الحكومة العراقية لم توافق على منظومة صواريخ الباتريوت ولا على المنظومة الدفاعية التي هي السيرام التي نصبت في السفارة الأمريكية وأقدر أستشهد بهذا الأمر بما قاله عبد المهدي لما صار الكلام عن صواريخ الباتريوت ما سمعنا عن أي ضوء أخضر لإدخال مثل هذه الأسلحة أو الدفاعيات الجوية إلى العراق لحماية المصالح الأمريكية لا تعتقد أن هنا الولايات المتحدة الأمريكية مخالفة في هذه القضية؟ يعني أولاً قبل هذا السؤال هناك سؤال أهم حتى نستطيع أن نحكم هل من يسمح للقوة المسلحة أن تمتلك صواريخ كاتيوشة وصواريخ تستطيع أن تطلق في الليل لتضرب المنطقة الخضراء وتحتدي على البعثات الدبلوماسية سواء الأمريكية أو غيرها من يسمح لمجموعات مسلحة تستطيع أن تختال يومياً بالكواتب الكثير من العراقيين الناشطين من هم الذين قتلوا المتظاهرين العراقيين والذين وصل عددهم أكثر من 650 شخص حسب الإحصائيات هناك أكثر طبعاً كل هذه التساؤلات تدلل على أن هناك جهات مسلحة بأسلحة خفيفة وثقيلة وتستطيع أن تقوم وتختال وتضرب أي مكان دون أي دراية أو سلطة أو سيادة من الدولة والحكومة العراقية وبالتالي فإن ردود الفعل للهيئات الدبلوماسية والدول المؤثرة وخاصة الولايات المتحدة التي لديها قوات مسلحة لديها أتفاقية أمريكية عراقية أقرتها الحكومات العراقية السابقة أكيد ستحمي نفسها من خلال قدراتها العسكرية الهائلة لديها عين الأسد ولديها الكثير من القوات وبالتالي تمتلك كل القدرات العسكرية لحماية نفسها لم تستطع الحكومة العراقية أداتها لكن هل هذا يعطي عفوا من الناحية القانونية دكتور هل هذا يعطي التخويل الرسمي من ذاتهم يجيبون ويدخلون هذه الدفاعات الجوية السيرام وصواريخ الباتريوت بمجرد أن الحكومة لا قادرة تضبط هذه الأمور أولا هذا السؤال معقد لا أستطيع الإجابة عليه لأنه هذا السؤال يمكن أن تخذنا في قانون دولي ما هي ضمنيات الاتفاقية الأمنية العراقية ما هو قانونية وجود القوات الأمريكية على الأراضي العراقية ما هي قانونية إطلاق الريليشيات المسلحة هذه الصواريخ وهل يحق لها أن تحمي نفسها هذه التساؤلات لا يمكن أن يجيب عليها بسهولة في حقيقة الأمر طيب لكن دكتور هيثم أيضا هناك أسئلة تطرح على مقدرة الحكومة العراقية من ضبط هذا الموضوع هذا السلاح دي يدخل وسلاح دي يطلع وهذه أسلحة صواريخ الكاتيوشي من أين تأتي يعني تظل هذه أسئلة كثيرة جدا قضية الحكومة العراقية الآن السؤال يوجه إلى الاستخبارات والمخابرات يعني المخابرات سمعنا أنه كانت هناك إشادات كبيرة في مقتل أبو بكر البغدادي يعني حقيقة وهي خارج حدود العراق السؤال الأكبر هنا يعني المخابرات العراقية هل هي قادرة على ضبط مثل هذه هل لديها المعلومات أم أنه فعلا هم لا يمتركون المعلومات وفعلا هي غير قادرة على إدارة مثل هذا الملف على الأقل في الظرف الحالي لا أنا أعتقد المعلومات متوفرة وقد تكون متوفرة اعتقاد هذا وليس معلومات وأعتقد أن المخابرات والأجهزة السخبارية تستطيع أن تحصل على المعلومات بشكل أسهل من السهل يعني توفرها بسهولة ولكن القضية هي في القرار السياسي والقرار العسكري وهذين العاملين هما الأساسيين وأعتقد أنه إذا لم يقود الكاظومين خطوات جريئة تغييرية جذرية ثورية في تصلاح الوضع العراقي من ناحية الفساد من ناحية البرلمان من ناحية المسلحين فإننا قد نذهب إلى إحدى السيناريوهات المحتملة قد نتحول لا نقول إلى لبنة العراق لأن هذا يعني يكرر ولكنه ليس حقيقي وإنما سيكون العراق أشبه بيمن آخر يعني هذا هو التصور الآن الذي أو النموذج الذي أتوقعه للعراق في ظل هذه الانصدام الإيراني الأمريكي الذي وصل إلى دروته والضعف الحكومي العراقي قد يصل العراق إلى يمن آخر وتحصل الشبه بحرب معينة سيناريو سيناريو الآخر ممكن أن يكون مجيء الديمقراطيين الذين يعطون للإيرانيين مجال في ملفهم النووي مقابل تخفيض الضربات داخل العراق أو مجيء الجمهوريين الذي قد يصل الأمور إلى عملية التفكير في تغيير النظام في حالة أن حكومة الكاظمي أصدرت مذكرة اعتقال بالقيادات التي صرحت إعلاميا بشرعية الضربات التصير على السفارة الأمريكية أو غيرها في حالة تجرأ على هذا الأمر ألا تعتقد قد نكون أمام صدام خطير خروج للدوشكات بالشوارع خروج للميليشيات في الشوارع وتواجه القوات الأمنية وندخل في قصة مرعبة هنا ألا تعتقد أن السيد كاظمي يحاول أن يتفادى هذا الأمر في بعض الأحيان إذا يتفادى إذا لا قفوا داعي يعني يدير الأمور لأنه رئيس الوزراء يجب أن يتصادم ويجب أن يكون صاحب قرار سياسي وعسكري وأمني ويعني رئيس الوزراء هو أشبه بالمقاتل يعني يجب أن يتخذ قرارات حاسمة وشجاعة في حماية المواطنين وحماية البعثات الدموليماسية وحماية سيادة العراق ما هي الفائدة من أن رئيس الوزراء يعني يتخوف من التصادم لحماية سيادة سيادة العراق يعني معناها أنه تفضلوا احتلوا العراق وأي واحد خليجي يعني يعمل ما يفعل لا بالعاكس يجب أن نفكر بمنطق أي تفادي أي شيء يجب أن يكون رئيس الوزراء مقاتل في سبيل السيادة العراقية وهذا هو الذي سيعيد العراق نفوذة ووجودة ويخيف كل الأطراف التركية التي تقصف شمال العراق والإيرانية التي تدخل وتخرج وكل الأطراف الأخرى والاستبزازات والاعتداءات الأخرى ويعيد هيبة المواطن العراقي وأنا أعتقد أن العراقيين سيكونوا سعداء جميعا بظهور شخص قادر على اتخاذ قرار سيادي ويتصادم مع أي جهة ليست تابعة للدولة وينهي دورها طيب ممتاز إذن أعود إلى أستاذ أياد يعني حقيقة اليوم السيد الكاظمي قال أنا حزبي الشعب وهو لا يمتلك أي كتلة سياسية وغيرها لكن مؤخرا كتلة صادقون أو عفوا كتلة عراقيون تحالف عراقي اللي سمعنا بي قالوا إحنا رح ندعم السيد مصطفى الكاظمي وكذا وبالتالي رح يكون عنده ظهر في البرلمان ألا تعتقد أن حكومة الكاظمي نوعا ما من ضمن هذه اللعبة السياسية الموجودة سيكون يعني حقيقة أقوى في الفترة القادمة كنت تتحدث جنابك عن لعبة السياسية فأنا الرعبة السياسية أراها لعبة إقليمية دولية هي لعبة إيرانية أمريكية الأطراف العراقية ليست لها إلا هي أداة للتنفيذ هذه اللعبة كل حسب علاقاتهم وكل حسب ارتباطاتهم السياسية والمنفعية إذا أردت إذا كنت تبحث جنابك عن كيفية أن يكون الكاظمي قائدا حقيقيا للتغيير أنا أراه أنه عليها أن يستلهم المعاني الحقيقية وآخرها للشعب العراقي في ثورته وانتفاضته في تشرين الأول هذه لو خرج بها وتحديدا في الأيام الأولى منها هناك كانت المعيار الأساسي معيارا شعبيا حقيقيا رافضا للتباعية السياسية واقفا مع دعوة إلى عدم القبول بالنفوذ والهيمن الإيرانية رفض أيضا سياسة التطويع رفض أيضا سياسة السيطرة على أموال العراق واقتصاديات العراق إذن عندما ترى شعبا بهذا المستوى وقادرا على أن يكون عونا لك وأنت رئيسا للوزراء أليس بمقدولك أن تعتمد القاعدة الجماهيرية الشعبية في كل قراراتك؟ سترى كم يكون معك أبناء شعبك العراقي هذا الشعب العراقي وشعب الثورات نحن هنا نتكلم عن مقايي سياسية اجتماعية لمجتمع تأسس وقام على أساس حبه للتغيير نحو الأحسن إذن هو ليس بحاجة إلى تحالف عراقيون هذا اللي تريد تقولي يا أستاذ عياد؟ أنا أرى جميع التحالفات السياسية فلا تفيد أي رئيس وزراء يكون في العراق لأنها فيلت هذه التحالفات ماذا رأينا منها؟ هذا التحالف الأول كان إلا هو التحالف الأخير هذه مجموعة التحالفات السياسية لم تحقق وبالتالي حتى التحالف العراقيون هل فيه من السياسيون الجديدون أم الذين كانوا جزءا من العملية السياسية؟ كلهم كانوا مشاركين في العملية السياسية ماذا فعلوا خلال هذه السنوات الماضية؟ ماذا فعلوا من عقد ونصف من حياة وسني الشعب العراقي ماذا فعلوا ماذا قدموا فماذا سيقدم هذا التحالف أو غيره لكن اللي يقول لك اللي يقدمه يعني السيد الكاظم قد يكون متوجه إلى جلسات رح يتهموا بها بالكثير من الاتهامات ووضع الصحي وغيرها والبعض يتحدث عن سحب الثقة من السيد الكاظم ألا تعتقد هذا التحالف قد يكون إلى دور في منع سحب الثقة أنا أرى موضوع سحب الثقة هذا يعني جزء من المناورات الإعلامية وجد من الضغوطات السياسية سوف لا تتحقق خلاص أنا في لقاء سابق مع جنابك الكريم قلت أن الاختلاف الكاظم عن باقي رؤساء الوزراء الذين اتلوا الاحتلال الأمريكي في حكومات السبعة قلت أن هذا يمتلك قاعدة جاء بعد أن خدم خمسة سنوات في جهاز المخابرات جهاز المخابرات في أي دولة كانت ومنها العراق يعني لديه القدرة ولديه الإمكانيات ولديه الوسائل أن تكون أمامه المساحة الواسعة لكيفية قراءة المشهد السياسي لمعرفة العوامل التي تتفاعل في موضوع سيارة البلد في موضوع التعلق في الأمن الوطني القومي اللي التهديدات إن كانت داخلية أو خارجية إذن هو جاء ولديه يعني مساحة كبيرة ولديه قاعدة معلوماتية كبيرة عليه أن يوظفها لخدمة ماذا لخدمة الشعب العراقي هو جاء وقال أنا ابن الشعب وأنا حزبي حزب الشعب نعم إذن ماذا نفعل عليه الآن أول نقطة أن يعيد الثقة مع ابناء الشعب العراقي لحظة اللحظة هذه هو نادى بعملية إلقاء القبض على جميع الجهات التي ساهمت في إراقة الدم العراقي في ثورة تشهين وفي انتفاض الشعب العراقي ماذا فعل لحد الآن طيب إذن ننتظر حقيقة نعم ننتظر إذن إذا أردنا أن ننتظر فعلينا أن نتحسب إلى كثير من الوقاع والمشهد العراقي القادم يعني نتوقع إن شاء الله يكون أهم في الحفاظ على حياة الشعب العراقي ووحدة الشعب العراقي طيب وعدم جر العراق إلى متى هذا ممتاز إذن يعني حقيقة أخشى أن الوقت قد انتهى كنت معنا من عمان عبر من الستوديوهات عمان الباحث في الشعب العراقي الأستاذ يادر عن ناس شكرا جزيلا على حضورك أود أيضا أن أشكر ضيفنا عبر السكايب من واشنطن أستاذ العلاقات الدولية الدكتور هيثم نعمان الهيتي شكرا جزيلا أيضا لحضورك اليوم مشاهدين الكرام بهذا نصل إلى ختام حلقتنا هذا اليوم أشكر لكم طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة